عايز يبقى شكل بينشك جامد وانت لابس تشيرت فينك ويكون المنظر بالشكل ده عندك حاجتين لازم تعملهم اول حاجة ان انت لازم تكبر بينشك العالي كله فتبتدي تمرين الصدر بينشك عالي بس عشان بقى تجيب الحتة الدايقة دي تاني حاجة بقى تشوف لك جهاز زي ده كده بحيث ان انت لما تيجي تطلع الطلعة بتاعت ايدك تبقى الجوة او للديركشن لاتجاه الصدر العالي من جوة الحتة اللي جوة دي عايزك تلاحظ دراعي بيكون بيطلع ازاي نحو اتجاه نص الصدر فانت ممكن اصلا تعمل الجهاز ده بالكابل لو ما عندكش الجهاز ده او التمرينة دي ممكن تعمله بالكابل واخر عدات عايزك تنزل وتعملهم هاف رابس بالشكل ده عشان تجيب البومب على قد ما تقدر في الحتة اللي جوة عشان المنظر يبقى عامل كده في اخر التمرينة وهي دي الطريقة انك تزبط بينشك العالي عايز يبقى شكل بينشك جامد وانت لابس تشيرت فينك ويكون المنظر بالشكل ده عندك حاجتين لازم تعملهم اول حاجة ان انت لازم تكبر بينشك العالي كله فتبتدي تمارين الصدر بينشك عالي بس عشان بقى تجيب الحتة الدايقة دي تاني حاجة بقى تشوف لك جهاز زي ده كده بحيث ان انت لما تيجي تطلع الطلعة بتاعت ايدك تبقى الجوة او للديركشن لاتجاه الصدر العالي من جوة الحتة اللي جوة دي فده منظر الجهاز عايزك تلاحظ دراعي بيكون بيطلع ازاي نحو اتجاه نص الصدر فانت ممكن اصلا تعمل الجهاز ده بالكابل لو ما عندكش الجهاز ده او التامرينة دي ممكن تعمله بالكابل واخر عدات عايزك تنزل وتعملهم هاف رابس بالشكل ده عشان تجيب البمب على قد ما تقدر في الحتة اللي جوة عشان المنظر يبقى عامل كده في اخر التامرينة وهي دي الطريقة انك تزبط بين شكل عالي اشتركوا في القناة